صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب القراءة المعارضة للعاطفة المعارضي في الطاقة العرب برج العرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن ما تشيب كده حد مقدملك عموما يعني عرض ممكن يكون عرض فقط جديد او عرض مصالحة ولكن انت زعلان قوي 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 وقعد تحت الشجرة مش عارف انت تتجننت ولا برج العرب برج العرب على فكرة برج يعني هو ضعيح لدعيته والقبر ولكن والله حساس جدا 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 بيحب قوي اللي يحبه يعني المهم ان انت زعلان قوي وذكرت والله بيشوف اعلان برج العرب لانه عني ده قوي متمسك برج العرب فحد مقدملك عرض وانت مش شايفه اصلا ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على كوباية خارضية هنا صوري كوباية مش موجودة وفي عرض تاني جاي لك لكن انت مش عايز تقل برضو هنا نفس الكات برضو حد مقدملك حاجة حد مقدملك ممكن يكون دي تقتك ودي تقت الشريك هو مقدملك عرض ممكن يكون عنده خط بالزبط وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقة مرة تانية ولكن انت تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى كفاية كده عمر اللي راح وعمل تسمع برضو 18 و أديت على قرنة كتير بقى و الحارة العصيرات تشتعب طب مش عايز الشريك إيه أه ده ده انت مش هايل منه او بير جراعرة مش هايل منه الشكل كده عمل فيك حركة مش خلوة ممكن تكون اكتشافت من في طرف 3 للاقة ومش طرف 3 بيكون في كلاكسيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش غير بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف اولاد مش هتنشي على الشخصية يعني او بتشفت ان انت حد بيكلم حد وخلص طيب برج العقرب شريكنا شعره حلو قوي وبيحبك وشايفك انت الصلميزي بتاعه وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة لحياته ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا هو مازال بيحمل لك المشاعر الطيبة الجميلة واعتقد ان هو فعلا مقدمك عرض مصالحة لان انت قلبك مجروح قوي منها وبيقول لك ما تيجي بقى ان رجع المال مجاريها بقى برج العرب وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني ومتمثب برأيك بس هو مازال بيحمل لك المشاعر او بتتعلم حدا من البرج الاسد ممكن او برج مائي برضو زي او هوائي او مائي برضو هنا كاي طيب انت بقى يا برج العقرب قلبك مجروح قوي 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 وندمان على العلاقة ككل وندمان بقى على اي حاجة حصلت يعني لو كنت بتديله لو كان محتاج منديله وديته منديله كده في يوم الايام انت ندمان على المنديل ده او برج العرب اصلا او راب انا امر في العرب انا يعني لو قلت الواحد ازايك باندم باندم والله لكن انت ازاي جديد سواب اي تابت في الكتابة باندم على العقس وبعده وكتب ازاي كده انا ندمانه فانت ندمان قوي وعندك حسرة جديدة قوي من العلاقة وشايف ان هي علاقة فشلة وانت يعني يقولك ما خرجتش الا ب يعني لو طبت بلح مش عارف بلح اليمن ولا يعني مش عارف تبه صحي اه فيعني الكارتين مش شبه بعض خالص وشايفك ان انت بتاعه لانه مقدمك عدد تانع هو لو انت مسك بيك قوي يا برج العرب ده مش صحيب مش يسيبك اصلا ده راجع وتقريبا جنازة طيعة مش مش بيهزر معك لانه هو اهو بص حتى الكروت جيه ورابها ده اهو معني ما ماخدش كارت رابع بس هي جات زيها اه عايز يعمل عدل هو تقريبا حاسي انه هو بوز الدنيا في خناء حصل الدنيا ولا حاجة او او شاعك بانه فعلا 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 اه عمل حاجة غير انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك او وصلك اكبار ان هو بيكلم حد عليك واسدت العلاقة وقلت له شكرا اوي على كده ومشيت فهو راجع بقى يقولك لا لا ما تسدنيش والله انا مغيرك والاسوى والكلام ده بقى كده وتعالى بس انت زعلان منه اوي 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 ومتقلم منه اوي اوي لكن هو رأى شايفك ان انت السلم بك اعمل ونفس الكوباية ويعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد اوي اوي ومديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برده او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت مشيت وسيت بس هو شايف ان انت كنت تديره وكان بيديلك نفس الحاجة ايه طب هو شايفك ازاي برج العرب هو شايفك ان انت شخص عميد ومتمسك برأيك اوي ومتقدر كمان وهو شايفك كده بقى شو ما تقولش حاجة بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برأيك اوي وتقريبا عايز تدصل قدامه تسيبه واديت له ضهرك وبصص له قدام وسايده خالص خلاص بقى لو انا مش عايز مني بحاجة وانا استقر للواحدة وهبقى الواحدة وسيبني في حالي بقى درسة ما هي لان انت فعلا رفض العرض بتاعه رفض عرضه المسلحة طيب انت شايفه ازاي انت شايفه لو بتتعمل مع مرج الاسر طبعا انت شايفه شخص اا اعتقد يا برج العرب هو شخص برده برده في صفة اللي عندك وشخص متحكم اوي ممكن يكون اا كان بيخنوقك في العلاقة وكان مشك عليك اوي اا وشخص اا بيحب يتحكم في اللي قدامه بالمعنى التاني يعني اا بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معاه اا متحكم اوي شايفه متحكم اوي 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 وممكن كمان اا تكون شايفه انه هو اا ما تبكش للمشاعر اللي انت تستحقه يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيدي لك نص حاجة تديله مسلا اا تكلمه اا مرتين تلات مرات في اليوم هو لما يجي لما تيجي انت تنتظر المكالمة منه ما يكلماش او انت لو كنت بتبدأ بايا شايفه ان هو شخص متحكم وشخص اا اا بيقافل اوي 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 على نفسه مش قافل على نفسه يعني منعزل لا بيقافل اوي على حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر قافل على مشاعر اوي اوي او متحكم فيك اوي 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 مهم ان او شخص متحكم وعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كمجهيرة عليك اوي 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 شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكماتك لان انت مجروح عالبك اوي منه اوي يعني وبحصل او ندم بيه ولكن هو ما يعني انا حاصل ان هو مغيب او حاجه زي كمان لانه يعني عارف انت لما تافل معاه تقوله يمشي من هنا ايلا ومتجيش هنا تاني او بتاع فى يقولك لا انا والله ما سيبك يعني انا بحبك او برج العرب بيبحث عن نفسه برضو ساعات ويقول ايه بقول لا انا همشي من علاقة هو هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو لاجع لو انتو بتتكلمه مع بعضه وما فيش فراء ولا حاجه واعتقد هو ما فيش فراء هو عمال يكلمك دلوقت او هيكلمك وممكن يكون دي تق تاني عارض يقدمه او تلت عارض كمان او بيزن عليك لانه زنان قوي زنان وما بيقاس على فترة شخص ما بيقاس كل ما هتجي تقوله انت جرحتاني وطعطي فقلبي وتتل معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت راح فين خد بس ما قولك انا ده انا بحبك انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او انا مش عايزك تكلم حد غيري وتعوى لكن انا بحبك اهو انا بحبك عموما ايه عشان ما بتقول لا دور بانك نظهر اهم يعني اهم هو شخص باقي عليك قوي يا برج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي يمشي مش ناوي يمشي خالص وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معاي انت بقى ناوي على ايه انت ناوي توازن ناوي توازن عموما سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك لان الظهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي قوي وديته اكتر ما هو الدك فلزلك انجرحت وحسيت بعدم تقدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده انت عايش تعمل توازن انت بدلا ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يدالك انا هتدي كوباية هتكلمني كلمتني النهاردة هكلمك اه 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 سوف بقى هتخلني يا كبرة لا طبعا يعني الخيانة متبقاش بصادر خيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسبك المرود طيب هو شايف العلاقة ازاي هو بصراحة يعني العلاقة حلوة هو ظهر ان هو خلاف على حدات فعلا يعني بسيطة مش مش حدا صعب يعني الا لو كانت تقول انت اكتشفت طرف ثالث ولا لا ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي ببسالة دي انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوالي ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم ناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله عليك يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بانه طهير يقول الحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه بابا شايف العلاقة ازاي وشايفها علاقة جميلة قوي وعلاقة فيها ذكريات كتير اظهر ان انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموما اللي ما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بالضبط كدق شخص اللي بيحسسه بانه هو طف طف بيتعامل بطبيعته معك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل وديته ومشاعر جميلة قوي 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 حسسته بحسسه خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كبات فيها ورد مش كبات فاضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حاسس بان انت انت السلمي البتاع انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العقل ما تخرش انت كمان شايفه انه هو بداية حلوة وانه وانه علاقة مليانة حب عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خلفات فيه انت تقمصت منه برج العرب فات منه موقف عمل حاجة يعني وشي اكيد جوجل العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي كانت مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطبيبها هترجع لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي لو انت يا برج العقرب مشيت وسيت العلاقة لو انت اللي مشيت او مقرر تنشي ركز معي بقى لو متكرر تمشي ومقرر ترفض عرض المصالحة وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة متنسيش لان الشخص ده بيحبك تقوله قوي وشايفت النص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معها حياة كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني دي برضه شخص ينصح فممكن تكون انت كنت بتنصحه ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان هو شاعر معك بالمشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقولك متنسيش متنسيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عاجبك في العلاقة هتتصلح ومتخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم تحكم نفسك بطل تبقى عنيد ومتمسك برائيك بدون اي داعي لانه ايدا ان شكلت الدنيا علمون برضه نصيحة انا خلو هو بيحبك قوي على فترة والنصيحة بتقولك لو سمحت متنفوتش الالعبت جالك بعض مصالحة وعلى فترة برضه ذكرت الخاطب واخد واخد قرار على فترة عايز يرجع واسطنتم تتكلمه دلوقتي اهد عليه لانه هو عمال يدفع نفسه بطير قوي الزهر نكون شايد يقولك على فترة والله العظيم اعملت حاجة والله لأ والله لأ برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة وده مش عيد متملكين ده مش عيد لكن تخنق اللي معها لكن متملكين او ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعه بس او ممكن زي متلك انه او زي التبك يعني عموما انت شايفين انه هو مهتم بحدات تانية وسيبكوته متحبوش كده ده برج العرب يحب الاهتمام قوي فبنشوف المحاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خالص طاقة تانية ولو شفتها شبع بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة شبش على الشعر ده بجيبينة اه بيبقى مش بتاعها لان الطاقة دي ممكن تبقى يعني معكوش عن بعض حاجة خالص خالص طاقص نشوصلينه برج العرب مشاعر ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه ممكن اه هو حاليا اه مش هقول مستقل ولكن هو اه شايف نفسه الايام دي و اه بدأ يبصل نفسه و بدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج بره السجن اخطار طيما بيتعاملوا مع حد برج الجوزائي برج العرب ممكن اخد ورقة تانية اه بصي برج العرب هو حاليا خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه اللي علاقة بازل طبعا فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها و بدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عاش فيها سواء اللي هي الم الفراء ولحظة الفراء نفسها سواء يعني شدته مع بعض اي حاجة و بدأ يشوف هيعمل ايه في حياته سواء كان يتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان ده شخص مستقر و فعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر و مستقر في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي و بدأ خرج من كل ده طيب هو ناوي على ايه هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل وجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو حسابق كان بالمنظر ده قلبه مجروح منك جامد قوي و تعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تكونت بعملتولش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك تعبان و ناويات جاعة تانية لعلاقة لانه اكتشف ان انت السول نيبوت ممكن تكون تعملوا مع حد برج الجوزاء يعني او مزان برج هوائي هو تاني الهوائي برضو مش عاشر في ايه بس تمام اااااا بدأ يكتشف ان انت السول نيبوته انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيقي و هيرجع توازن العلاقة ان شاء الله بإذن الله تاني ناوي يرجع التوازن العلاقة تاني اه ناويه هو مش بقول لكم. ااااا استقرر هو مستقر ده تتنشاره. هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي. هو ااااا حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في ما شعبه. وابعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر طبعا حي بنزعل قوي لما نعرف ان اللي بيدي عننا مستقر. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده. افراحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازال شخص ازال برج العرب. فهو ما اتخافش هو كان كده. وعايز يرجع. ولو بتعامل مكان برج الجهزاء زي ما قلت لكم. او برج الميزان. او برج اه كرابو. فهو ناوي يرجع. لانه اتشف ان انتو السلمات بتاعه. وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله رأزمي الله. مش حاجة وحشة ايه. طيب العزاب بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم. او آآ بقالهم فترة طويلة او مرتبطوش. لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين. حتا لو كانوا انفصلوا. بقالهم فترة طويلة او مرتبطوش. هيا نقسم الورق الاول عشان عزاب دول حبيبي. ممكن يكون آآ شخص ده هيزعر بشهر التمانية مش سبع يعني. آآ. بمساعات ممكن يكون بغاية الرأي. عالي جي يكون بغاية الرأي. في حد داخل كحاتنا علاقة. مشاعره ايه? وناوي عليك. الحمدلله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع. بتعب قابلي بس ما بتجي في الرأة. بس بس برج الاعراف. آآ الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك. وآآ ممكن يكون برضو برج برج الاسد برضو. آآ او برج اتراب. آآ الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص آآ قدين برضو. ما آآ او آآ شخص من الماضي برضو. آآ ممكن مكونش كان في علاقة اصلا ما بينه. وآآ ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي ديك. قوي 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 يعني. وآآ ممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت آآ متزبزبة في الماضي. يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شعر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر. لما كنتش عايفة هو عايز منك ايه? وبعد كده مشي تماما ومرجحش تاني. فهو راجع تاني. وآآ ممكن يكون شخص جديد بقى. شخص آآ يعني آآ يعني شخص حبوب جدا. وآآ وبيحمل آآ شاعر طيبة لك. وآآ يعتبر الصنية بتاعت. او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش الصنية بتاعك. شبهك بس مش اكدر. وآآ مشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. وآآ عايزك. وآآ عايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استقرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. وعايز. ممكن تكون كانت علاقة سلاسية. وهترسع عليك انت اللقنين بس. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. شكلها كانت علاقة سلاسية فعلا. آآ زي ما قلت لكم حد قديم. بقى الفترة جديدة قوي ما تتكلمش معاكم. وآآ كانت علاقة سلاسية. وآآ انت ست ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء. وانت بعدت عنه. ولكن القدر رجعت تاني. دي عجلة تلحظ القدر اللي في لفته. ورجعه تاني. وآآ هو شخص طيب على فكرة مش وحش. وآآ اخترك انت. وجايلك باقصى سرعة آآ عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مستقرة. خلي بالك يعني. آآ يعنيش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 قوي. والآن من الخطوة اللي هو هياخده. دي مشاعره. الآن. آآ بس هو عايز يجي. وآآ عايز يستفكره عليك. ويقفل زي ما قلت لك عبر. يقفل الشابتر عليك انت. الشابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كتعلاقة سلاسية. وآآ حبك انت. وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني آآآ حصل اشتياء. ده معنا انا اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت تسابه لو علاقه سلاسية خلاص راحت. وآآ هيرجعلك انت لابنه مش عارف يعيش من قيدك. مش عارف اصلا. كل ما يجي ينام يفتكر الزكريات اللي فتنتي. فهو راجع تاني. وآآ عايز يدي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العوار. عشان الناس اللي بتتفرج ما تقولش دي طاقة تانية ما تكملها معك. لا. ده العزابي. اللي بقالهم فترة طويلة او مرتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني يعني عارفون بعض ولكن لا حد يتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت مهي طرف تالت. وسبت ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص النوضوع ده. وجاي لك انت. نفتح معاك اللي بقى. طب نشوف مشاعرك انت ايه بجاه العرض ده. انه ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم هو عرض. مشاعرك ايه? او. يا ايه جات معاك ميه? جات معاك ميه? انت انت هتبقى فرحانة اوى 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انت انتصارت يا برج العرض. هتحس ان انت انتصارت. اه انتصارت بيه? هو. وتقريما زي ما قلت لك هو سابق. او انت سبته. وزعلت اوى على علاقة اللقاءة دي. بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشارك هتستقل. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله ان تقيت على خير. ابراج المائية هو الحمد لله بتم فيها على خيرها انا. فا برج العرب اتمنى تكون القراءة على جبتك. وبيعيد تاني اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه. هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني خاطر. شامل الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بتفكرش اصلا والتالتة حد اه لايه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر يمتقم مسلا ولا حاجة. فلا. ملاش قد نعلم. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا بلا بلا عندنا خارط الابراض اه شمسي طالع اه و اه قمر. فممكن يكون اه الشمس بتاعه الكود والقمري عقرب والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اشتركوا في القناة